اشتركوا في القناة تعرفات كثيرة للفلسفة طبعا منها أنها الحكمة منها أنها وضع الشيء في موضعها الصحيح منها أنها معرفة الوجود خارج الوعي الإنساني لكني ربما أميل كثيرا وأفضل كثيرا وأقلب تفسير إلى قلبي وما قاله الصر المتعلهين من تفسير للفلسفة حين وصفها بقولة أو بما معناها لأن قولة طويل صفحتين تقريبا لكن اختصارا كان يقول أن الفلسفة هي نظم العالم والوجود نظما عقليا أخذا بالبراهين والأدلة وليس اعتمادا على الخيال أو الظنون أو الأمنيات كل وبحسب وسعه العقلي طبعا أنا أركز على كل وبحسب وسعه العقلي هذا يعني أن الفلسفة للجميع لا ترتبط بمستوى تعليم معين ولا مستوى دراسي معين ولا مستوى ثقافي معين هي ليست فن الخواص كما يحاول الكثيرين تقديمها للناس هي مجرد نظم العالم نظما عقليا كل وبحسب وسعه العقلي لذلك ارتأينا أن نكون جميعا هنا بلا منصة دون أن يكون أحد موجود في الأعلاء وأحد موجود في الأسفل الجميع هنا يتعاطون الفلسفة طبعا موضوعنا الليلة رح يكون عن نيتشا وكتابه هكذا تحدث الزرادشت أو هكذا تكلم الزرادشت سوف نتكلم إن شاء الله سوف يشرح المحاضر الكثير عن الكتاب يشرح عن الإنسان الأعلى في نظر نيتشا يشرح عن قيمة الأخلاق والمثل نيتشا إن شاء الله ولا أعرف إن كان سيعرج على المرأة هد نيتشا لأن موضوع المرأة هد نيتشا يشوي فشل يعني نيتشا وعلاقته بالإديان كل هذا إن شاء الله سوف يطرحه المحاضر علينا طبعا تقديم بسيط للأستاذ للشاب البحريني الأستاذ هشام عقيل طبعا هو كاتب بحريني له الكثير من الإسامات في مجال الترجمة والكتابة الصحفية والفكرية المنشورة في الصحف والمجلات المحلية والعربية شارك في محاضرات وندوات فكرية وفلسفية محليا ومنها محاضرة قراءة في كتاب أقل من لا شيء لسلافويت جيجيك التي عقدت في مركز عيسى الثقافي ضمن فعاليات منتدى البحرين للكتاب وندوة خاتمة ابن خلدون قراءة في المفاهيم الأساسية للفرضيات الخلدونية التي عقدت في المنبر التقدمي بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة كما أنه عضو مؤسس في مختبر الفلسفة والفكر النقدي وشارك في جلساته الحوارية الشهرية كما شارك بقراءة نقدية في كتاب قراءات في تجربة عبدالقادر عقيل السردية الصادر عن أسرة الأدباء والكتاب في البحرين نشر له حوار مع الفيلسوف الماركسي السلوفيني إسلافويتشيك في مجلة ريثنكينج ماركسيزم البريطانية يتناول فيها القضايا الفكرية والفلسفية في عام 2020 وله كتاب منشور تحت عنوان رأس المال الكولونيالي نحو نظرية علمية للتبعية صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت عام 2022 حاصل على بكر يوسف في علم الاجتماع ولغة انجليزية من جامعة البحرين وماجستير فلسفة من جامعة برمغيهام في بريطانيا فأهلا وسهلا ولكل مايك تفضل شكرا لك شكرا لك استاذ جعفر أولا قبل أن أبدأ هال الصوت واضح للجميع أولا أشكر الجميع على الحضور لهذه الجلسة الفلسفية حول كتاب نيتي هكذا تحدث زردشت وقبل أن أبدأ أن أنا سعيد يعني هو في شهر أوغست أن الناس يتركون بيوتها وتترك بيوتها في إجازة وتسمع عن الفلسفة حتى لو يمكن في الجلسات الأخرى الغير ثقافية وغير فلسفية عادة هي الأكثر وكما أود أن أشكر مركز كونو الثقافي بالتحديد لستاذ جعفر على هذا التنظيم وعلى هذا التنسيق الذي كان تنسيقا سهلا وما وضعه أي صعوبة كما في العادة نجد في المراكز أو الجهات الثقافية خصوصا في الموضوع والطرح والتناول وكل هذه الأمور فأقدم شكري للحضور ولي مركز كونو الثقافي على هذا الرحابة الصدر الموضوع طبعا هو كما تعلمون من الإعلان ذاته هو حول كتاب هكذا تحدث زردشت لك أود أنوه أن طرحي أو قراءتي لهذا الكتاب أو ما يسمى بكتاب لن تكون قراءة ثقافية لها أو بمعنى آخر كما يقوم الكثير من المثقفين يمكن في البحرين أو غيرها من البلدان اليوم من تمثيل الانحطاط الثقافي والانحطاطات الفكرية التي نرىها واضحة اليوم كما هو متناول بين الأيدي وهذه هي المشكلة الأساسية أن أصبحت لدينا ثقافة أن نتناول فيها الأفكار والفلسفات والنظريات كما لو هي كانت شيئا جاهزا ويجب علينا أن نتحدث عنها وننسخها ونتحدث عنها كما هي لو كانت هي بشكلها المتحجر التي لا يتغير من قرون مضت وكما لو إحنا عندنا فلسفات معينة في قالب جامد قالب ثابت يجب علينا أن مجرد نتناقل الأفكار ونروح بيوتنا ونقعد ونرتاح ونرقد وكأنه شيئا لم يكن هذا الأمر أعتقد غير مستحب أن نقوم به فبس بغيت أن نوه بهذا الأمر قبل أن أبدأ في قراءة أو تفسير هذا الكتاب في البدء لنقل نحن في زمن في عصر يجب علينا أن نحدده بوضوح جدا ومن دون أي مواربة أو من دون أي خديعة فيه نحن الآن في عصر الكارثة وهذا العصر هو عصر النهاية الحقيقية للحضارة البشرية وللإنسان ذاته فهذا هو إذا أنا أتكلم اليوم عن عصر الكارثة فإن هذا انذار قاطع لا ريب فيه وسينصت له ذو اليقظة فقط الذين لم تأخذهم غفوة المستخشية أبصارهم فتبين لهم النور خلاصا حملوه في قلوبهم أينما ساروا وهما بذلك مطوبون لا يمسهم ضرر يتلصصون في أطراف الليل بين أيديهم شفاء للمساقين وهما لا يعلمون يطعمون الناس كلمة مطوبة تنجيهم من عذاب قريب يبشرون بني الإنس بوعد حق يقابل الوعيد فلينصت لمن له أذنان هذه الجلسة اليوم بحضورها ما قدر أحدد كم هو الحضور بالمجرد العين لكن تنبأ بها نيتشي قبل 200 عام بالتحديد تنبأ بذلك لا أدري إذا كان قد تنبأ بحدوث هذه الجلسة في البحرين أو في شبه جزيرة العربية أو في قارة آسيا حتى لا أعلم ذلك حقا ولا ذكر ذلك نيتشي في قط في أي كتاب له لكنه قطعا تنبأ بهذه الجلسة وقطعا تنبأ بهذا الكلام أن يكون بين المتناول بالنسبة إلينا وذلك لأن يجب علينا أن نسأل أساسا لأثبت ما أقوله يجب علينا أن نسأل ما هو موضوع تشوق نيتشي في كتابه هكذا تحدث زردشت لمن يتشوق كان نيتشي هل كان كما يذهب الكثيرون إلى الإنسان الأعلى الذي لم يعرف من هو حتى الذي لم يعطيه تسمية حتى كيف يمكن لفيلسوفا يتشوق لشيء لا يعرف من هو يعني خلونا نكون في الصورة لما نيتشي يتكلم عن الإنسان الأعلى فإنه بالألمانية يقول أوبرمنش والتي تعني ذاك الذي يتجاوز الإنسان طبعا نحن بالعربية لأننا نحب ذي الأشياء الإنشائية فنقول الإنسان الأعلى وما معنى كلمة إنسان أعلى كأنما هو كائن بحد ذاته كأنما نيتشي عرف من هذا هو الكائن وقام بتحديده قال هذا هو الإنسان الأعلى الذي يجب أن نتشوق إليه الذي يجب أن ندعو إليه الذي يجب أن نحول أنفسنا لنكون جسرا إليه وهذا غير صحيح إنما أوبرمنش تعني ذاك الذي يتجاوز الإنسان أي نيتشي بحد ذاته لم يكن يعرف ما هو الذي يتجاوز هذا الإنسان الذي يقول أن هناك كائن سيتجاوز الإنسان طيب نيتشي قلنا ما اسم ذي الكائن ليقم بتسميته وإنما هو لم يقم بتسميت هذا الكائن فبهذا المعنى لا يمكن أن يكون نيتشي قد تشوق لكائن لم يعرف من هو طيب الكتاب عنوانه الفرعي هو الكتاب للجميع وليس لأحد فإذا موضوع تشوق نيتشي لا يمكن أن يكون هو الإنسان الأعلى كما نتقدمت وإنما إلى شخص معين الكتاب بأكمله يدور حول شخصية هو قام بتسميتها زرادشت وهو لا يعني للنبي الفارسي المعروف وإنما هو اختار هذه التسمية فبهذا المعنى ما هو المقصود حقيقة بالكتاب كتاب للجميع ليس لأحد هو يبحث في الحقيقة عن ناطقاً عن ناطقاً يدلنا إلى الطريق لهذا الإنسان الأعلى إلى الطريق نحو هذا المجتمع الجديد الذي يولد الإنسان الأعلى فبهذا المعنى نيتشي لم يكن يتشوق للإنسان الأعلى وإنما للناطق الذي يدل إلى الإنسان الأعلى فإذا يتشوق للناطق إذن هو يكتب كتاباً للجميع لكي يتعرفوا على هذا الناطق وليس لأحد لأنه لهذا الناطق الذي سيدل نحو هذا الإنسان الأعلى فبهذا المعنى إذا قمنا بتحديد هذه الحقيقة سأقوم بتحديد حقيقة أخرى لكي نتعمق في هذه المسألة بهذا المعنى الآن نيتشي يمثل شخصية معينة شخصية في التاريخ الفكري ذات تركيبة معينة حتى وأنا في أحد المرات قلت أنه يمثل الشخصية المعمدانية وذلك لأنه يبشر بأحد يأتي من بعده وليس فلسفته هو وليس أفكاره هو فلاحظوا ليس لنيتشي أي فلسفة نستطيع تسميته فلسفته هو أو ليس له أي نظام فكري معين باستثناء مفاهيم معينة نستطيع أن نرجعها إليه هو فلهذا السبب حتى إن تسمع إذا تسمحتم لي سأبين لكم في كتاب آخر في جينيولوجيا الأخلاق كيف هو يمثل هذه الشخصية المعمدانية طبعا مع تجاوز لأن النواد طويل فإذا أنا قريتها أنا بارقد وإنتم بترقدون معي طبعا هو يتكلم عن بلوغ الهدف الأسمى فليأعطي المحتوى لهذا الكلام يقول نيتشي إن بلوغة مثل هذا الهدف يتطلب صنفا آخرا من العقول غير الذي نجده في عصرنا عقولا قوتها الحرب والنصر وأصبحت لا غنى عنها في المغامرة ومواجهة الخطر وتحمل الألم يلزمنا التعود على هواء الأعاري القارس على المشي تحت الأمطار وعلى الجليد على تسلق الجبال إني أقصد ذلك بكل معانيه ثم يقول وهل اليوم هذه الصفة هذه التحديدات هي ممكنة في عصرا ما في زمن أصلب من هذا الحاضر المتهافت والمرتاد في نفسه لا بد أن يأتينا الإنسان المخلص الذي يحب كثيرا ويزدري كثيرا العقل الخلاق الذي ستمضي به قوته الدافعة بعيدا عن كل الهوامش وكل الموراء إلى آخر إلى آخره طبعا يتعمق في وصف هذا الإنسان يقول هذا الإنسان المستقبلي الذي سيخلصنا من المثل الحالي ومما قد ينتج عنه بالضرورة من المعزاز الكبير ومن إرادة العدم والعدمية طبعا نيتشي بعدين يلاحظ أنه بدأ يدش عميقا يدش عميقا هذه الفصحة وعمية يعني ممكن ممكنة يعني يدش عميقا في هذا الأمر فهو يذكر نفسه بنفسه يقوله لكن ما هذا الذي يقوله هو يقول حق نفسه الآن كفى لا أملكه الآن إلا إن أصمت وإلا وطأت أرضا لا يطأها إلا من هو أصغر مني سنا شخص مستقبلي أكثر شخص أقوى مني أعني زردشت إلى آخره إلى آخره ففي هذا الكتاب الذي يعني بعد أربعة عوام من هكذا تحدث زردشت ما يزال هذا التشوق إلى زردشت يزداد يوما عن يوم سنة بعد سنة عام بعد عام إلى آخره إلى آخره لنقارن ما قاله نيتي في هذا الكتاب بما قاله يحنى المعمداني في الأصحاح الثالث من سفر متة قال أنتم أنفسكم تشهدون لي أنني قلت لست أنا المسيح بل أنني مرسل أمامه وفي الأصحاح الأول هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي فأتمنى أنني ما طولت في الاختباصات إلا أن بهذا المعنى نرى أن نيتي كان يتشوق إلى زردشت وليس الإنسان الأعلى فهو ليس مبشراً بالإنسان الأعلى بقدر ما إنه ليس مبشراً بالمجتمع الذي سيولد الإنسان الأعلى لأنه لا يعرف من هو هذا الإنسان الأعلى ولا يعرف ما هو هذا المجتمع الذي سيولد الإنسان الأعلى هذه هي الحقيقة الآن هو يتشوق إلى ما أنا أسميه الناطق الذي يتحدث بإسم الإنسان الأعلى الذي يدل إلى هذا الإنسان الأعلى وبهذا المعنى أيضاً رأينا أن هناك تشابه بين شخصية المعمدانية أي شخصية التي تبشر بالقادم وليس لديها هذا الحقيقة أو النظام الفكري أو الفلسفة الخاصة بها فنيتي من الشخصيات التي لا نجد عندها هذه الفلسفة الكاملة بمثل المعنى الذي نرى عند سبينوزا مثلاً أو عند كونت أو هيكل وغيرهم وغيرهم حتى أن نيتش نفسه يتكلم عن الفلسفة قرعاً بالمطارق وهذه ليست طريقة تقليدية في التفلسف فالسؤال هو وهذا أيضاً نستطيع أن نرى هذا الصراع في تفسيرات لينيتش نفسه يعني من تفسيرات كارل يونغ مثلاً إلى تفسيرات مثلاً إلى حد أقل فرويد أو كارل ياسبرز أو غيرهم وغيرهم وغيرهم هايدغر وغيرهم يمكن هايدغر هو الأقرب لفهم ما هو الذي يبحث عنه نيتش لكن لما نلاحظ أن يتحدث يونغ عن نيتش عن كتاب هكذا تحدى زرادشت يتصور يونغ أن زرادشت هو عبارة عن شخصية نمطية موجودة الاركتيب كما يقال الاركتيب النمطي للإنسان الحكيم بينما يرى نيتش نفسه كأنه هو الإنسان أصغر وهذا هو الصراع النفسي بينه وبين الإنسان الحكيم الذي بداخله والإنسان الأصغر الذي بداخله وهذا ما لا أراه يعني على الإطلاق يمس بالواقع لا أعلم من الناحية النفسية طبعا ولن أتحدث عن السيكولوجيا الآن وإنما أتحدث عن موضوع نيتش الفلسفي الذي لا أعتقد أن يونغ قد فهمه بشكل كامل أو على نحو صحيح في حقيقة الأمر ما يتحدث عنه نيتش هو مشروع اجتماعي سياسي عمراني بالكامل وليس مغامرة فردية أو مثل ما نرى عند الكثيرين حين يقرؤون هذا الكتاب كأنما يتحدث عن مغامرة شخصية لهم ويقتبسونه كما لو كان هذا عبارة عن رحلة ذاتية على الإطلاق نيتش يبحث عن الناطق نيتش يبحث عن من يستطيع أن يدله هو قبل الجميع يدله هو نحو هذا الإنسان الأعلى الذي هو يتشوق إليه أستطيع أن أقول بكل قد هل الكلمة المناسبة تكون أريحية أم غيرها لا أعلم حقا وإنما أستطيع أن أرى حتى بعضنا من الحاضرين هم يشهدون على ذلك أيضا أن نيتش الذي بحث عنه في القرنين الماضيين لو كان حيا معنا الآن جالسا هنا أم هناك طبعا النفس ما أقول دائما لو كان نيتش قاعد أو هاي دقاء قاعد أنا واشا بنخليكم يصورون وياه تأخذون من توقيع ذي وبعدين بندش في الصج لكن ما في الصج يقال الآن من ينطق باسم ذلك قد وجدنا لأنه يتحدث إليكم الآن لقد وجدنا الطريق إلى الإنسان الأعلى عبر التألفية نفسها لقد وجدنا الطريق إلى الإنسان الأعلى عبر تحديد من هو هو الإنسان الأقوى نوع بيولوجي جديد إطلاقا الإنسان في طور انقراض ذهو هو ينقرض الآن ولا نستطيع أن نغير هذا الواقع على الإطلاق لا نستطيع أن نغير واقع عصر الكارثة على الإطلاق الانحطاط العمراني الكامل الذي نشهده الآن لا يمكن تغييرها الكارثة لا يمكن تغييرها هذا ما تنبأ به نيتش بشيء خلا نقول بطريقة غريزية حتى نيتش لم يكن عالم عمران ولم يكن عالما في سوسيولوجيا ولا في التاريخ ولا في هذه الأمور رغم أنه كان طبعا مهتما بكل هذه الأمور وكان ضليعا فيها قد يمكن معلومة الكثيرون لا يقدرونها في شخص نيتش في موسوعيته بكل تأكيد قبل أن أخذ أكثر في هذا أنا أخذت الآن في العنوان فقط ولا أعتقد أن أستطيع أن أخذ بشكل أعمق في الفصول أو أجزاء الكتاب بالطبع لكن لما أنا أكون موجود في هذا المركز وأقول لكم أن وجدنا طريق الإنسان الأعلى وجدنا إلى طريق إلى خلاص الإنسان من الكارثة الحقيقية التي يواجهها كل يوم مو هو في يوم ما ستأتي هذه الكارثة في يوم ما ستأتي المصائب علينا إلى آخر إلى آخر ويجب علينا أن ننتظر إلى أن تأتي هي الآن موجودة كما أن تشوقنا لتجاوز هذه الكارثة الآن موجودة أنا جئت لأبشركم بذلك وجئت لأنذركم بذلك أيضا في مثل الوقت بهذا المعنى هذا ما كان يبحث عنه نيتشي نيتشي كان يبحث عن الطريق نحو ذلك فلما نيتشي يتكلم عن تفاصيل الطريق إلى ذلك فكان يتحدث عن تفاصيل الناطق في هذا الطريق لدرجة أن زردشت في الكتاب لا نعرف من أصحابه ولا نعرف من هو ولا نعرف من أين أتك كل ما نعرف عنه أنه عمره في العقد الثالث من عمره وظل يمكن عشر سنوات في المخبأ وهذا مسألة رمزية نفس يمكن ما يونج تفضل طبعا تفضل قبل يعني هايدغير كان أدق بكثير من أكثر المفسرين حين يقول هايدغير أن نيتشي يتحدث عن ما يسميه هو بالأدفوكيتر أي إذا ترجمناها تكون الناطق هذا هو أدق حين يقول دلوز أن نيتشي يتحدث عن الذي يقرل بالإقرار إلى آخر إلى آخره صحيح لكن هو نيتشي واد أدق من من هذا الكلام العام من هذا الكلام الذي ليس له زمان ومكان نيتشي كان يبشر بهذا اليوم تحديدا بهذا اليوم ما كان يعرفه طبعا ما كان يعرف أنه في مركز اسم مكانه ما كان يعرف أنه في وعي اسم هشام أو في أي أحد من الحاضرين طبعا ما كان عنده هالقوة طبعا في بعد النظر طبعا النظر الحقيقي كان يعني من كثر ما هو سيء نظري أنا أفضل منه في كل أحوال حين ندخل في تفاصيل هذا الكتاب سنجد أنه أصلا ممرتب بشكل كتاب أصلا هو يتشبه بالإنجيل الكتاب بالتشبيهات بالكلمات بالعبارات بكل هذه الكتاب مصمم كأنما هو وحي كأنما هو عبارة عن تنبؤات وليس كتابا نيتشي كتب كتبا غيرها كتب جنيولوجيا الأخلاق كتب إنسان مفرط في إنسانيته هذه طبعا كتاب أقدم كتب ضد فاغنر كتب كل هذه الأمور هذه كتب لكن هكذا تحدى الزردش ليس كتابا وإنما تبشيرا وسيكون من الواضح علينا إن إذا نكرنا ذلك ذلك سنقول لنا نيتشي مجرد متفلسف حتى بالوحريني كلمة متفلسف لها معنى سلبي تقريبا ما هو متفلسف قاعد يقعد في بيته يقول كذا بيصير كذا بيصير والمسكين يعني نحن نطالب منا وطالبوا منا المفسرين المفسرون طالبوا منه لقرون أعطنا دليلا على ما تقوله أعطنا كذا وكذا 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 هو ما عنده دليل كيف له أن يقدم دليلا على كلام هو لا يعرفه يعني لما إحنا قلنا حتى في مسألة أوبرمنش الإنسان الأعلى هو ما يعرفه فحددنا ذلك بوضوح كما أن نيتشي لما يتكلم في مثلا كراساته حول طبعا إرادة نحو القوة ترجمها ركيكة جدا العنوان لما يحاول قولها نيتشي لكن يعني حتى في هذه الكراسات نيتشي كان يتكلم بالتحديد عن أشياء يعني حتى في الفصول الخاصة بالبيولوجيا لم يدعي أبدا أنه عالما في البيولوجيا أو حتى في نقده إلى دارون وغيرهم من العلماء يعني يمكن كان هو مثل ماركس أقرب إلى لمارك من دارون في البدء طبعا لكن الآن حين الحقيقة تكون الحقيقة أمامنا بشكل واضح حين نحدد الأمور بشكل واضح سمينا العصر كما هو باسمه وقلنا البديل كما هو باسمه وقلنا إن الإنسان الأعلى من هو باسمه قلنا كل هذه الأمور بوضوح ولن يستطيع أي أحد يقول أين الدليل أين البرهان على ذلك لأن قدمناه طبعا ليس في هذه المحاضرة أو في هذه الجلسة وإنما في مواضع سابقة عن ذلك كله أيضا مع هذا كله مع هذه الأشياء التعريفية التي نجدها في فصول الأولى في كتاب هكذا تحدث زردشت هناك الكثير من السوء الفهم قد تبدد حول نيتشت لما نيتشت يتكلم حتى عن زردشت كيف يصارع ذاته ويصارع نفسه هو لا يتكلم عن مغامرات سيكولوجية واحد بينها زعلان في بيته ومارش فيه هذه الأمور الصبيانية أقرب لها قد تكون أنسب للإنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي لكن نيتش يتكلم عن حقيقة جديدة عن واقع جديد يجب عليه أن يأتي نيتش لما الناس يقولون عنه أنه عدمي ولا يؤمن بشيء ما عرف أي كتاب قرأوا صراحة ما عرف أي كتاب فتحوا وإنما نيتش يتكلم عن مستقبل حقيقي عن بديل حقيقي عن نقد قاسي لهذا الواقع لا يتكلم هو عن وإنما خلطوا بين نيتش وبين استاذه السابق شو بنهاور ربما لا أعلم حقا العقلية وراء هذا النقد لكن نيتش خصوصا في الفصول الأولى من هذا الكتاب يبين أولا كيف زردشت يتجاوز نفسه فيصل إلى يولد من جديد وهذا ثيمة مسيحية الولادة من جديد ويصبح الناطق من هذا المنحة من هذا الولادة التحول الجديد طبعا التحولات الثلاثة التي ذكرها ويمكن في وقت التعقيبات وغيرها يمكن أن نقدر ندش فيها بشكل أعمق لكن في حقيقة الأمر نيتش يبين كيف الناطق يغير من نفسه وكيف الناصط أو الصامت يستجيب لهذه التغيرات لأننا نتحدث عن واقع جديد هذا هو ما يطرحه نيتش وأنا لا أتفق تماما مع تفسيرات ياسبرز وغيرهم أن القائلة أن نيتش كما لو كان يتشبه أو يشبه نفسه بالمسيح هذا غير صحيح أو كما لو كان نيتش يصارع بين شكل سامي لنفسه وبين شكل مصغر أو دوني لنفسه كما قال يونغ على سبيل المثال لا أرى أن هذا تفسير صائب في لب الفلسفة النيتشوية ولا أعتقد أيضا من المؤيدين يعني مؤيدين نيتش المجانين أحيانا الذين يقولون أن في هذا الكتاب هناك طرح فلسفي منظم وعميق وله من البداية للنهاية إلى آخر إلى آخره وفي كأنما مثل يجب علينا أن نتبعه على الأطلاق يعني أنا أعرف أين هذه المثل التي طرحها وأعرف في أي كتاب طرحت هذه المثل كل ما قامه نيتش في هذا الكتاب أو في غيري هو إعادة ما قاله سبينوزا بشكل غير منظم وإنما الفرق بين نيتش وسبينوزا ومن سبقه هو فرق واضح أن نيتش يدعو إلى واقع جديد إلى بديل حقيقي إلى كائن إنساني أعلى من الموجود الآن في وقته طبعا هذه الظروف لم تكن حاضرة هذه الظروف لم يعلم كيف ستحصل وإنما اليوم نحن نعيش في ظرف حقيقي يولد كل هذه الأمور نيتش تشوق للتشوق إن صح اللعبة اللفظية بهذا المعنى ويبدو لي أن في قرنين قد أسيء فهم هذا الفيلسوف كليا من تشبيهات بالنازية أو الفاشية واللاعقلانية كما قال لوكاش وغيرهم من المفكرين يعني لا أرى أي أساس حقيقي وراء هذه التفسيرات والدليل كله يعني حتى التشبيهات النازية التي اتخذت من هذا الكتاب لا أرى أنها ربما من وحي أخت نيتش يعني ما في طريقة فلسفية أقول ذي لكنها يعني صاحرة حقيقية هي ومينونة ولازم كلها حديك راه لكن ما أعرف أقولها بطريقة يعني بطريقة محترمة فهو بهذا المعنى أن هي بتحالفاتها بالنازية وكل هذه الأمور قامت بهذه التفسيرات الغير صائبة حقيقة لهذا الفيلسوف كل هذه الأمور يمكن تفنيدها تماما في هذا الكتاب هكذا تحدى زردست يمكن أن نفند كل نقطة كل سوء فهم كل إشكال في هذا الكتاب أول ما واحد يفتح أول صفحة ممكن تفنيده تماما إنه واحد يفند هذا الكلام نقطة بنقطة معطانا طبعا يقرأ نقطة بنقطة أما الذين يتعطشون للعلم بالتلهف ويقرؤون سريعا ويقرؤون ما يريدون قراءة في شخصية معينة سيجدون ما هم يبحثون عنه في أي شخص وهذا ما حدث مع ماركس وهذا ما حدث مع نيتشي وهذا ما حدث مع هايدغر وهذا ما حدث مع دارون وماكيفيلي ويمكن سبينوزا لحدنا قال طبعا لكن هذا من الواضح جدا يبدو لي هو المواقع هو إذا أختم هي أقرب إلى تقديم كان ما للكتاب من النقاشة عميقا يبدو لي أنني كي من الشخصيات التي لا يمكن فهمها إلا بعد قرون يمكن أقرب بواحد الله هو ابن خلدون يعني ماركس يمكن كشخصية كل يوم مكنزمات الرأسمالية تثبت كلامه بطريقة أو بأخرى فمو صعب على واحد أن يصدق ماركس أما نيتشي بحذ ذاته هو كان في حالة وحيد تماما فيها لا أحد ممكن أن يفهمه كما هو لأن الزمن ظروف الزمنية التي ولدت أفكاره لا يمكن أن تكون هي مترابطة بما يحاول قوله لأن النظرة أبعد من الوقت الذي هو فيه طبعا مو حاول أسوي منها رومانسيكية أن رأى شيئا قبل أن لم يره قبله أحد مره هالكلام مو حاول أقول أطلاقا اللي حاول أقول أن أن الزمن نفسه لم يسمح لحقيقة هذه الأفكار أن تزدهر أو تزهر أو تثبت نفسها بطريقة حقيقية هذا ما حاول قوله ماركس على العكس كل يوم نثبت وجود نهنية يثبت كلام ماركس على الأقل هذا الهاتف هذا الميكروفون يثبت كلام ماركس ما يفنده أطلاقا لكن داروان كان يقول أن الضحك يثبت كلامه فكل مرة واحد يضحك يثبت كلام داروان هو بمجهة نظرة طبعا أما نيتشي لا نيتشي كتابة هكذا تحدد الزراجست لا معنى له حتى أصدقاء نفسه بعد ما نشر الكتاب ما حاولوا يكلمونه لأن قالوا أنها الرجال مأين ذي الريال فقد عقله بهذا الكتاب وهذا الكتاب ما يكتبه واحد عاقله حقيقة ما في واحد عاقل يكتب هذا الكتاب كله في زمن لا يسمح لهذه الأمور أن تحصل فنيتشي كان من هذه الشخصيات ولهذا السبب قلت أنها من الشخصيات المعمدانية التي تبشر بشيء آتن وليس بشيء موجود كما قام ماركس على سبيل المثال وهذا أظن حقيقة الأمر أن اليوم نحن نستطيع أن نستكمل كتابة هكذا لأن حقيقة بدأ الآن عصر الكارثة بدأ الآن انقراض الإنسان بدأ الآن الذي ينكر ذلك هو يصطف مع الإنسان الأضعف ولا يتشوق للإنسان الأقوى كل هذه الأمور موجودة الآن بيننا الآن اليوم هي موجودة بشكل واقعي جدا لدرجة أن نيتشي كان لازم يموت قبل 200 سنة أو أقل بشوي لأنه لا يمكن لنيتشي أن يكون الآن بجن بطريقة حقيقية لو كان حيا بيننا فبهذا المعنى أعتقد إذا فهمنا كتاب هكذا تحدث زردشت بهذه الطريقة أعتقد الآن نستطيع أن نبدأ قراءة هذا الكتاب من جديد ونفهمه بفهم جديد ونرى أن نيتشي كما كان هرقليط من قبل كما كان سبينوزا من قبل جميعهم يبشرون بالتآلفية جميعهم كانوا التآلفين واحدة والآخر نيتشي هرقليطس سبينوزا وغيرهم 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 كلهم خرجوا في وقت هذا الكلام لم يكن مناسبا في وقتهم ليس لأنها أسبق لأوانها وهذه الأمور الإنشائية وإنما الوضع العمراني الظروف العمرانية لم تسمح لهذا أن يحصل فأنا قبل أن أخوض بشكل بعد أعمق أو يمكن أسترسل وكل هذه الأمور لأنها جلسة ولأن كلنا في هذه الجلسة مهتمين يمكن بهذا الموضوع فسأترك مع إدارة الأستاذ جعفر لهذه الأمر لهذا العملية أن سأترك المنصة لكم الآن لأي تعقيبات أو ملاحظات أو نقد أو غيرها من هذه الأمور وشكرا لكم لحضوركم واستماعكم لهذه الأمور شكرا جزيلا لهذا الشرح عن كتاب هكذا تحدثت أو تكلمت زرادشت طبعا حين المجال مفتوح للسؤال أو للتعقيب إذا في سؤال أرجع الدخول إليه بشكل مضاشر إذا في تعقيب دقيقة أو ثنتين كحد أقصى ولعلي أستغل وجود المايكروفون عندي وأكون شوية أناني وأنا اللي أبدأ وكيفكم معاشا المايكروفون عندي هناك تجربة قامت يعني أرجو أن لا تسيء فهم السؤال كونك واضح أنك محبل إلى نيتشا في تجربة أقيمت في أحد معارض اللوحات التشكيلية قام أحد الأشخاص وأعطى ريش لقرود وخلاهم خربطون على اللوحة وبعدين خلاها في المعرض فأتوا الناس اللي شافوا اللوحة كل واحد منهم أخذ معنى معين عميق من اللوحة معنى لم يكن موجود إلا في عقله كتاب هكذا تحدث زرادشت هي مجموعة أقرب للسرد منها إلى الفلسفة هكذا رأيتها أنا شخصيا تحدث عن شخصية زرادشت لم أرى فيه الكثير أمانة وربما هذا قصور فيني فهل تعتقد أن هناك إمكانية خصوصا يعني نفتح قوسين نيتشا مات وهو يعاني من لوثة عقلية مجنون يعني بمعنى آخر أليس هناك احتمال وازن أن ما كتبه في كتاب هكذا تحدث زرادشت هو بمثابة ذلك القرد الذي رسم لوحة وأتى الناس من بعده كلهم يستخلص معنا منها طبعا وإجابة على السؤال أولا شكرا على السؤال نيتشا طبعا إيه هو إشكال نيتشا أنه أحيانا هو بحد ذاته يعاني من هاي السندروم وهو أحيانا ما في أحد بينكر هذا الأمر أعتقد بين الحضور أن نيتشا أحيانا يقول شيء والآخر عنده تفسير خاص على سبيل المثال إذا بس يعني أضيف لهذا السؤال يعني من ناحية التفاصيل هتلر فهم من نيتشا شيء ما الماركسيين فهموا شيء ما من نيتشا أتباع هاي ديقر اللي كانوا ها يعني هسرليين على هتلريين فهموا شيء الفرنسيين فهموا شيء ما من نيتشا ففي النهاية هو من هو هذا الأخ نيتشا هل احتماليا يكون قردا ممكن هو يسمي روحها في لا لا هو قرد أفضل أو أوصف كتابة بمثابة لوحة القرد التي بلا معنى والناس تستخلط منها معاني بحسب ما تريد هي فما أنتجت هو من عقولها وليس مما كتبني هو طبعا هو في هذا الإنسان مذكراته يصف نفسه أحيانا كمهرج وكقرد فهالتشبيه استحضرته لأنه ذكرت عبر هالكلام أنه في هذا التشبيه لأنه واعي أن الكلام اللي يقوله هو بعد هو معارف الزمن أيضا معارف إلى أي مدى بالكلام ممفهوم أو مفهوم أو غيره وغيره وغيره وهذا هو أظنى الذي يشغل نيتشا أنه أحيانا يسمي روحها عبقري يسمي روحها لماذا أنا بهذه العبقرية الفصل الأول من الكتاب من مذكراته لكن بعد يقول أنا مهرج أنا قرد أنا كذا 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 لأنه في أيضا صراع بين الحاضر الذي يفهمه نتح حاضر القرن الثامن عشر القرن التاسع عشر القرن الآشرين والمستقبل الذي هو يبحث عنه وإلا حقيقة إلى اليوم ما حصل هذا المستقبل بشكله الكلي أنا حتى أقول أن البداية الآن فهو مسكين مرش كذا لازم ينطر إلى أن يعتبرون يمكن شيء غير ذلك وأعتقد هذه هي حقيقة هل هي ميزة أم غير ميزة ما أعرف لكن إلى حد كبير هذا أيضا يمكن واحد يمسكها ضده أو يمسكها معاه هذا أمر برجع للحاضرين عموما لكنني تي نفسه أعتقد هو بنفسه ما فهم لوحته هو لأنه قال أنا بحط الأساس بحط الإشكال وبعدين المرض اللي فيه يعني هو بعض الناس قالوا السل لكن هو كان عنده مشكلة في العين ويبدو لي هو مرض نيرولوجي كان فيه وتطور ذي المرض لاحقا فهذه الكتابات كتابة قبل تطور هذا المرض لكن الناس حتى أصدقائه بدوا يتحاشون بهذا السبب يعني هو أعتقد قابل ليو شتراوس إذا مغلطان رفيد جبراندس هو اللي سوا ذي اللقاء دبرا فبعد ما تقابله نيتي سأل صديقة قال له شنو تضان عني يعني هو سأله قال إذا أنت شنو فكرت عنه قال له إنسان طيب هو فقال إذا أنه ليو شنو فكر فيني أو شنو فكر فيني قال والله قال عنك أنك أنت مينون يعني قال ما قال فيك لأنه واحد مينون فانصدع من هذا الأمر في أحيان كثيرة إنه واحد يكون مجنون لما يكتب هذه الأشياء صح لكن جنون لاحقاً يعني بعد 7-8 سنين وهو يع على تدريج بشكل تدريجي فهو إلى حد ما بهذي الطريقة لك أنا أتفق إن لوحة نيتي هو بنفسه ما عرف تفاصيلها الكاملة ومثل ما دانتي ما أعرف تفاصيله الكاملة لما يتكلم عن القصائد في قصائده وغيرهم 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 فأنا أعتقد يمكن من هذا المنحة شكرا صرد اللي تفضلت عن كتاب البعمدان الزرادوشت أنا بعطيك معلومة عن من هو زرادوشت من هو اللي هل ما نتكلم عن ألف ألف ثلاث أربعة ألف اللي جاءه كانوا مؤثرين في ملوكهم يعني أعرف أنه هذه كان عند الرسالة أعطيكم النبذة عن زرادوشت زرادوشت اللي انطلع في إيران في ملوك ساسانيان جاء ثلاث أشياء مهمة قال حق الملك قفطارينيك 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 ثلاث أشياء مهمة أعطاهم لي قفطارينيك يعني أعمل كلام صحيح يعني عرب المعرض قفطارينيك يعني دائما فكر في تفكيرك قفطارينيك قفطارينيك وأعمل صالحا ملك داريوش يوافق على هذه تعاليم أوسطة كتابهم أوسطة وافق على هذا التعاليم وتطبق ما صار ملك داريوش وصل لأحماله حين لاحن موجود في في أمو المتحدة الحقوق من ملوك آلاف السنين تأثير المصلحين إذا تشفت ما نتكلم هذا اللي يعبدون النار هذا اللي النار يعني معمدان يعني هو النار يعني محل اللي في نور نحن عندنا نحن نور داكل يوم قالوا نار كل بيت يروح فيه يعمل نار يطبق فيه يستعملون النار يستعملون الطاق كان يسمون يقول لك قالوا لهنا يعبدون النار وليس يعبدون النار شوف التاريخ يغير المعنى ويلان يوصلون يقول لك هذه عبادة الله لا تأثير الملك رسول الله عليه قال أنا إن ولدت في ملك العادل من ملك العادل قال السلسان يا عدل وصل إلى كل العالم هذا تأثير لا نتكلم عن سلبيات يعني نحن نشوف المشكلة الشرق يفكر بس في معنى ويكفر كل شي ما تشوف التاريخ المسيح عليه والسلام ثلاثمائة سنة كان مخفي من آمن في قسطنطين وصل هذا المسيح إلى أعلى درجة في كل العالم تأثير تأثير أنت تقول الرسول أو أو النبي أو تقول بصر إلا تبغي تقول تأثير في الحضارة التي بنت ساسانيان وخام شي في أهد زرادوش خلي نحن نعرف من كان زرادوش تعاليم وشن وصل هل قال اقتلوا انسفوا تعاليم أخلاقية وعمل ألد والإيرانيين للفرس الزرادوش معروف في بمبي موجودين في كل العالم موجودين ثلاثة ارباعهم صاروا بها هايين ثلاثة ارباعهم في العالم كلها الشيء الثاني النبي ألف سلاة والسلام علي لأن ظهر في مكة ومدينة عشر سنوات كان يحارب بس يبغي يقول أشل الله إلى الله محمد رسول الله ما حد يقتلونه إذا ما كان هذا الأمر الجهاد ما كان وصل حضارة الإسلامية بعد الخمسة سنة في كل العالم كان حضار حضار السوداء في الظلام في أوروبا تأثير الرسالات في الحضارات وليس وقت معين تقول الله سنة سنتين عشرة ثوانية فلا فلاصفة كثيرة جاء في العالم من كان تأثير في الحضارة أنت تجيب لي كل الفلاصفة الأشخاص اللي أو أن أميين أو قالوا ما عند أب قالوا ما عند أب أتهم المسيح إذا رادو من أفقر أشخاص اللي جاء رسالتي لأكبر ملوك العالم في ذاك الوقت ثلاثة آلاف سنة ما نتكلم من نحن حين أنت ما تقدر تروح تقول لي وتفضلت أنت في شي قلت لي ليش أحن كل في قاتل ومع قاتل وذاك الوقت لم يكن في حضارة لم يكن تمدن نحن كل الأشياء اللي نشوف خلال بلاي التين سنة اختراعات العالمية انقلب العالم حذر فوق أكيد يصير آلات القتل أكثر لكن لكن هل آلات القتل والدمار اللي قاعدين نشوف بينتهي إلى سلام العالمين ليش لأن وين يروحون من عند قبل الذرورية اللي بغير يفجر الأرض عشر مرات عشر مرات بنعيش بهذا السبب يصير في صلح والسلام بين الدول والملل والملوك وكلهم بسبب دمار الشامل اللي يصير ورات السابقة ألاف سنتكلم وأحين شكرا مساء الخير شكرا لمركز عبد الرحمن كانو يعني طبعا صار سنين ما في محاضرات فلسفية اليوم فتحنا باب جديد للمحاضرات والفلسفية أثناء المحاضرة وشرح طبعا هكذا تكلم زردش هو نتش يتكلم عن نظرية السوبرمان هو يعني توقع بنظرية السوبرمان وهذه النظرية ربما أدت البشرية أكثر مما نفعت لأن هتلر صنف البشرية على درجات القومية أو الدماء أو الآخر ف النظرية التي هي السوبرمان سوت مشاكل في العالم بهذه النظرية التي هتلر أخذها ونفذها وخلق مشكلة وهذه أعتقد جزء من داروين داروين يقول انتخاب المخلوقات أو درجات نشي يقول يجب الضعفاء لا يستحقون الحياة نحن في درجة اللهوة أن البشرية تكون فيها نخب وهذه اللي كان فيها اليوم ربما وصلنا إلى درجة اللهوة الدكاء الاصطناعي ربما هاي من توقعات نيتشي أو لا الطريق إلى الفكر ف يعني أنا أعتقد أو رأي من كفر ما يعني قرعنا عن النشي أن النظريات ماله ربما سلبية أكثر مما هي إيجابية لأن تعتمد على النخب وتعتمد على أن البشرية يجب أن نكون فيها بس الصالحين وغير الصالحين يجب أن ينقرضون أو ربما بإبادتهم كما عمل هتلر وأكون شكرا 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 أستاذ جعب طبعا بين سوبرمان وهتلر أوبرمان أوبرمان أحيانا أنت ترجم بالإنجليزي وهتلر وأخت هتلر يعني طبعا هاي كان دراما تركية إذا قاعدت أتعمق فيها وقلت أخت وزوج أخت يعني بيكون وين هما سووا كوميونة آرية في أرقواي وذي قضية عودة هي لكن بهذا المعنى نقدر نحن أيضا نقول أن نظريات ماركس أيضا هي أدت إلى القولاق ونقدر نقول النظريات نية أدت إلى النازية ونقدر نقول أن هايدغر ساند فورر في النهاية فورر سويت فيها ليش ما عرف لكن ممكن نقول نفس الكلام وممكن نقول أن الفلسفات الفرنسية كذلك ساندت إلى حد ما بتان في فترة معينة ونقدر نقول أن في فلسفة اسبان أيضا ساند فرانكو في فترة معينة ونقدر نقول أن سلفادور دالي خريج سجون أيضا ونقدر نقول أن دانتي فلورنسي كان ونقدر نقول أن دانتي أثر على موسليني بقدر يوليس قيصر أثر عليه ونقدر إذا لست نيودها قوتل كما نقرال أو نعطيه تأثير سلبي ماركس كما نقرال دانتي كما نقرال سبينوزا كما نقرال إلى حد ما لن يشغل سبينوزا سبينوزا لكن سبينوزا بهذا المعنى حاز أيضا على إعجاب بعض ال ال ستكلم على الوجود ونظرات أسس لي وحل في الوجود ومشار الاشكال وهي هو سبينوزا هو ماكيفيلي كان في ذي وكان محب لمكيفيلي وكان محب له وكان يؤمن بهذه السياسة بهذا المعنى كذلك ماكيفيلي لا يجب علينا أن نقرأه إلا أن نحن نشوف سلبية ماكيفيلي تقل بكثير عن إيجابيتي يعني ماكيفيلي دور الإيجابي في التاريخ أعلى من دورة السلبية في التاريخ كما أن نيتشي الآن إذا يبنى أي شخص قد ساء الفهم أو قرأ هتلر على سبيل المثال خذ النظرية العرقية أو تفسير العرقي لكلام نيتشي نيتشي في رسائله نيتشي تهواشي أخته حين خلا رجعت ذي دراما تركية تهواشي أخته لأن متزوجه واحد فاشي أو واحد عنصري نيتشي نفسه كان معادي للمعاديين للسامية كان يرفض ذلك تماما حين كان بعض اليمينيين المتطرفين تكلموا عن زرادشت أي شخصية زرادشت إن بكونها ممثلة للفاشية هو زعل من ذلك جيورغ بروندس نفسه قال أنت ممثل للأناركية ففي عفسة حقيقية في تفسير من هذه أفكار هذا الرجل ولا أعتقد حقا أن إذا أخذنا سوء فهم معين لشخص معين أو لحركة سياسية معينة لفيلسوف معين أو مفكر معين أو عالم سياسي معين أو عالم اقتصادي معين إذن بهذا المعنى حتى مالتوس واحد ما يقراله وريكاردو ما يقراله لأن ريكاردو مالتوس ربع بعد هاي مسلسلات تركية ربع كانوا يكتبون حق بعض ويعرفون بعض وبعد إذا ما أخذنا ريكاردو ما ناخذ أدم سمث بهذا المعنى نحن بنكون في ظلام خمسمائة سنة زيادة لماذا نسيف رحنا كذلك فأعتقد أن سوء فهم هتلر أوضح بكثير من فهم لي نيتشي وما أعتقد أن هناك سوء فهم لهذا سوء الفهم بالتحديد هذا ما عندي بهذا الشأن على العقل طبعا نحن في لا لا بالعكس على فكرة أستاذ جعفر في دائما نحن في لابل نخلي على الفلاسفة يعني مثلا واحد يتكلم عن ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة بس هذا اللي كتبه في كتاب الأمير ونظرية الدولة وبناء الدولة ما حد يدري عنها كار ماركس أدينا في يون الشعوب وين قال على أي منبار في أي كتاب ما حد يدري بس واللي هي مستقطعة أيضا من رسالة كاملة رسالها أعتقد إلى الفرسي فدائما نحن شغلة الليبل بس هذا ما تكلم عنك أستاذ جعفر المايكروفون للدكتور حسن مدن مساء الخير مساء النور في البداية وجهت تحية للحشام عقيل على هذه المداخلة الغنية والثرية وعلى مجمل مداخلات ومساعمات الحقيقة يعني يمكن المشهد الثقافي والفكري في البحرين ينقصه وتنقصه الفلسفة يعني لدينا شعراء روائيون كتاب قصة نقاد إلى آخره باحثون في علم الاجتماع وإلى آخره ولكن الفلسفة تكاد تكون غائبة وأعتقد أن هذا الجيل يعني كما أرى في شخص شام ربما يعوض يعني هذا الغياب ويسد هذه الثقرة وأنا طبعا متابع له شام من زمان يعني وأعرف أن تأسيسه المعرفي والفكري والفلسفي متين وقوي وما يؤهله لأن يؤدي هو ونظرائه كما نتمنى أن يكونون أيضا هذا الدور المنشود منهم ثانيا أنا عندي سؤال لهشام برأيك يعني لماذا هذا الكتاب بالذات هكذا تكلم هزالتش هو الكتاب قد لا يكون هو أهم كتب نتشة كما تفضلت أنت أيضا وهذا صحيح لماذا هو أخذ كل هذا الاهتمام وكل هذا الحيز يعني هو كتاب منذ القرن التاسع عشر ولا يزال هل التسمية العنوان الذي اختاره لهذا الكتاب له دور في لفة النظر إلى الموضوع إلى الكتاب نفسه بصرف النظر عن محتوى هل الروح التي تسميتها المعمدانية أو أنه أراد أن يكون له وحي آخر مثلا دور في ذلك خاصة وأنه من يقرأ هذا الكتاب لا يجد أن لغته فلسفية هو كتاب أقرب إلى الشعر يعني طبعا لغة عذبة وشعرية وجميلة وجذابة ولكن أنت تقرأها لا تشعر أنت تقرأ فلسفة لماذا اختار هذه اللغة بالذات وهو الفيلسوف المتمكن من أدواته الفلسفية لماذا اختار هذه اللغة بالذات وتعقيب أخير على موضوع نتشة والنازية لنقول أنا لا أعتقد أن هذا القول يأتي من باب الهجاء إلى نتشة أو غيره من المفكرين الذين استفادت النازية من نطروحاتهم وآراءهم هم لم يكنوا يقصدون بالضرورة أن يؤسسوا للنازية يعني جورج لوكاش في تحديم العقل تناول هذا الموضوع بتفصيل ليس نتشة الوحيد يعني من الفلسفة الذين عادت إليهم النازية واستفادت من أفكارهم فلنقل وظفتها ربما قسرا يعني في أداتها الإديولوجية والدعائية استخدمتها خاصة في موضوع القوة التي تبرر لاستخدام العنف الذي مارسته النازية فيما بعد يعني وأيضا ربما اللخ جعفر أشار لهذا الموضوع فكرة العرق الأرقى أو العرق نعم يعني ربما استوحيت أيضا من هذه الفكرة ما بعد الإنسان كما سميتها أو الإنسان المتفوق أو السوبرمن وإلى آخر فقط يعني أردت أن أشير إلى هذه الملاحظة يعني عندما نقول أن النازية استفادت من هؤلاء لا نحصد أن هؤلاء كانوا نازيين أو أن هم قصدوا أن يؤسسوا للنازية ولكن يعني مثل أي دعوة سياسية تحتاج إلى عدة إديولوجية وتستخدمها وأعتقد أنه جرى توظيف ذلك يعني بصرف النظر عن نوايا من وضع هذه الأطروحات شكرا شكرا دكتور طبعا أن الكتاب أولا لماذا هذا الكتاب هو أكثر سطوعا في تاريخ نيتشي أو بين مؤلفات نيتشي بمثل معنى أن رأس المال هو أكثر كتاب شهرة بين كتب وذلك لأنه مشروع حياة نيتشي نفس يذكر هو يقول أن عقب هكذا تعدى زردش سنواد حزين لا أقدر أكتب كتاب زين إن أفضل إنتاجاتي هو هكذا تعدى زردش ويقول لا أقدر أكتب كتاب زين عقب وذلك يرجع إلى أعتقد ما حاولت قوله في البداية إن مشروع حياته هو يبحث عن الناطق نفسه هو أو يبشر به يمكن يكون أنه يبشر بهذا الناطق الذي سيأتي والذي سيدل نحو الإنسان الأعلى أو ما يتفوق على الإنسان إلى خير إلى خير فأنا أعتقد أن حتى من ناحية اللغة هي أكثر من الشعر هي أقرب للإنجيل نفسه مرتب كان الفصول الأصحاحات كان تشبيهات يعني لما نيتشا يستخدم تشبيهات الأفعى يستخدم شجرة التين وبالضبط وهو يعني أحيانا عن عمد ينتجها كما لو هو واعي تماما بهذه العملية كلها لدرجة أنه كتبه كتاب المسيحية ونيتشين كيف هو بدأ يعتقد نفسه أنه المسيح لك نعتقد أنه لأنه دعونا نرى بهذا المعنى مين كتب الإنجيل مت يمكن أقرب لغة نيتشي هو يوحن فبهذا المعنى الآن أيضا بعلاقة النازية يبدو لي أن أيضا هي في إشكال في الكلمة يعني مثلا على سبيل المثال حين نقول الإنسان المتفوق هذا يعني أحيانا نفس ما تلاحظ دكتور يمكن في كثير من الكتب هذه ترجمة الإنسان المتفوق أو الإنسان الأعلى وهذه ترجمة غير سليمة لأنها تفترض أن نفسه يجب علينا أن نوصل إلى مرحلة يكون فيه متفوق أي الإنسان على حطته هو الإنسان العاقل هوموسيبيا يكون متفوق وإنما نيتشا يقصد أمر آخر يقول أن كل أعراق الإنسان لا منها فائدة بهذا المعنى الإنسان هو ضعيف بكل أعراق في الحاضر الذي يعيش فيه الحاضر الرأسمالي الذي بدأ يلاحظه بهذا المعنى هو حين يتكلم عن اليهود أو عن الإنسان الأشقر كما يتكلم هو يتكلم عن حالة البداوة التي ابن خلدون نفس تكلم عنها وفيه تقاربات واضحة بين الاثنين ولا أعتقد أن ابن خلدون كان يستخدم هذه اللغة ولا نيتش وإنما كان حقائق هم تصوروها وهذا ما أعتقد أما الحركة النازية بحذ ذاتها حين شوهت قد نقول أن شوهت هذا الكلام رأت أن نيتش يبحث عن الإنسان المتفوق في الإنسان العاقل وبالتالي في أعراق في الإنسان العاقل غير صحيحة يجب علينا نقصيها وكذا وكذا حتى أن كلمة القوة يستخدمها نيتش هو مخت ككلمة الألمانية النازيين خلطوا بين مخت وأوتوريتات أي السلطة والقوة بينما هو المقصود القدران وليس السلطان يعني الأمر أن حتى أخذ نيتش يعني إليزابا فوستر هي نفسها كانت داخلة في هذا الأمر في هذه المؤامرة خلا نقول الفلسفية وهذا طبعا لا يمنع أن هتلر اقتبس حتى أنه كان يسمى روح أنه زردش هتلر هتلر الحركة الشيطانية والعبادة الشيطان والأوكالت وهذه الأمور والطبيعية لنشوفها عند هملر وغورينغ وغورينغ يمكن بطريقة أقل لكن هملر وغيرهم يمكن بطريقة أقوى فأرى أن هذه الحركات أيضا اقتبست أشياء أحيانا غير موجودة فيمكن نفس ما تفضل استذجاع في المساعة عن الغاية تبرر الوسيلة وين مكتوبة يعني نفس ما تفضل أن هذه لابل وما كتبها أبدا مكيفيلي ولا كلمة في الأمير قرأت الأمير أعتقد 700 مرة طبعا إنشائيا أقول لكن ولا مرة شفت فيها الغاية تبرر الوسيلة لكن هذه أحيانا لابل يعني أعتقد يخلقون شيء لم يكن موجودا في الكتاب الأصلي وبهذا المعنى يعني يصير كأنما شيء مختلف يعني يعني نيتش بدون شنب يمكن حلقه فأتمنى أن أعجبت عن هذا السؤال شكرا جزيلا هشام طبعا ما نبغي ناخذ وقت أكثر أحلى الأهل أجمل الأمور اللي أنا قرأتها لنيتش هو كلام عن الفضيلة حينما يقول بما معناه لا يجب على الناس أن يتوقعوا جائزة عند ممارستهم الفضيلة يجب أن تكون الفضيلة نفسها هي الجائزة يعني هاي من أفضل ما قرأتها إلى نيتش عموما أشكر كشكر الجزيل على هذه الجلسة بالفعل يعني جلسة مثرية مثل ما قال سيد جافر ديدرازي فعلا نحن محتاجين إلى جلسات فلسفية وإن شاء الله نحاول في مركز كانوا نكثر من الفلسفة والفكر وشكرا لجميع الحضور الكرام إذا في إمكانية أطلب منكم أنكم تقيمون على المقعد بتحصلون بار كود بالتلفون تقيمون الجلسة ويا ريت إذا تكتبون عن اللي خلينا هني اليوم متعمدين لا أحد فوق المنصة كلنا سواسية في الفلسفة إذا عجبكم أو لم يعجبكم خبرنا سعدنا عطونا الفيدباك مالكم أيضا نود أن نذكر بالفعالية القادمة التي ستكون تاريخ 18 أغسطس يوم الثلاثة القادم يسر المركز كانوا الثقافي دعويتكم لحضور الفعالية القادمة والتي ستكون ورشة عمل 18 18 صح عجبين الثلاثة عجبين تكون يوم اللحد عفوان إذا يوم الثلاثة اللحد المهم تاريخ 18 راح تكون ورشة عمل بعنوان فن السيطرة على الانفعالات اللي حاب يحضر ورشة العمل أرجاء التسجيل في ورشة العمل طبعا في الختام أجمل تحية إلى هشام شكرا ويصرنا أن ندعو نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة مجلس كانوا الثقافي الأستاذ عبد الرحمن كان الأستاذ عبد الرحمن الباكر لتقديم تكريم إلى المحاضر الانفعال اشتركوا في القناة شكرا